اشتركوا في القناة فليس معنى ذلك ان نخسر الحرب كلها الفرصة لازالت قائمة من الان وحتى اجل كل انسان مننا ان يقاوم هذا الشيطان وان ينتصر عليه خصوصا مع القناعات التي وصلنا اليها من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نغلق به مفاتح الشيطان ومسالك ومدارجه حتى لا ينتصر علينا في كل معركة حتى وان بدت بسيطة ورحب بكم في هذا اللقاء ورحب بضيفي وضيفكم الكريم فدلت الدكتور محمد اهلا وسهلا مرحبا احنا استعرضنا صور كثيرة وايات كثيرة بتتكلم عن هذا المشهد هذا السيناريو الذي يسمه المولى سبحانه وتعالى للحظة الخلق والامر بالسجود ورفض ابليس عليه اللعنة للسجود والاسلحة التي ردد ابليس انه سوف يستخدمها والطرق التي سوف يدخل منها والصراط المستقيم الذي سيقعد فيه للطائعين والمؤمنين في هذا اللقاء اريد ان انتقل الى مشهد اخر جانب اخر او جانب اخر من هذه الجانب ولكنه لنفس المشهد لامر السجود ولكن السيناريو يتغير والحوار والفاظه تتغير العجيب في هذا المشهد ان الالفاظ اختلفت يعني انا بتكلم على صورة الاسراء وبالتحديد برضا عشان حضرتك وتبقوا متابعين الاية بداية من الاية رقم 61 في الموقف السابقة في صورة الاعراف مثلا كان دايما الشيطان هو اللي بيتكلم بيقول نوح هيعمل كذا الموقف اختلف هنا هون في صورة الاسراء ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتحدث وكأنه يأمر الشيطان بفعل كذا وكذا وكذا وكأنه يعطي له المفاتيح والمداخل كيف تغيرت الصورة وتغير شكل الحوار رغم انه يخص نفس المشهد وهل في هذا التغير ما يضيف الى الاستفادة التي نحاول نستفيد منها حتى نتمكن اكثر من مقاومة الشيطان نسمع الايات ولا هاته طيب نبدأ الاول يعني بالسماع الايات من القرآن الكريم ثم نبدأ ان شاء الله بالتفسير بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْ تَطِيْنَا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخْطَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَمَّ دُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلد عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وَمَا يَعِذُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا صدق الله ربين وكفى بالله وكيله الآيات في سورة الإسراء يعني فيها كثير من الوقفات وأتصور إن شاء الله يعني هنخرج بأسرار جديدة في هذا اللقاء إن شاء الله يعني هنقدر نمسك بكثير من المفاتح الجديدة لإغلاق مسالك الشيطان نبدأ من الأول كالمعتاد ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن أمر السجود وعن معصية إبليس إبليس هنا بيبتدي يرد على المولى سبحانه وتعالى ولكن انحوار بيختلف شوية عايزة ابتدي من أول كلمة أرأيتك التركيبة دي تركيبة يعني مش غريبة شوية على أذنة فعايزين نفسارها ونعرف ليه ابتدى إبليس كلامه بالشكل ده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد فعلا تركيب أرأيتك أو أرأيتكم من أصعب تركيب القرآن وإذا فهمناها خلاص هتزول هذه الصعوبة بس هي تركيب معقد شوي لو هضحك بسيط على الكلمة والعزي سادة المشاهدين يبصوا في المصحف هتلاقي الهمزة لوحدها وبعدين رأة ره همزة ياء اللي حبنون عليها ألف يعني وبعدين التأوي الكاف فالتأوي الكاف للخطاب والهمزة للاستفهام والفعل رأة ده يأتي بمعنى الرؤية البصرية ويأتي بمعنى العلم زي ما أقول لك إيه رأيك إيه علاء رأيك إيه مش يعني أنت باصص شايف إيه لا شايف إيه من وجهة نظر علمك للقضية فرأة يأتي بمعنى شاهدة ويأتي بمعنى إيه علمة الهمزة للاستفهام آه للاستفهام التركيبة دي معناها أخبرني يا ربي إخبار من يعلم علم دراية بواقع أمر القضية اللي حتتعرض قال أرأيتك هو هنا عارف أن الذي يحدثه هو الله تبارك وتعالى وهو العليم العلام يعني هو عارف أن علمه علم إيه إحاطة وإدراك فبيقوله قال أرأيتك هذا الذي إيه مش فضلت لأن حتة التكريم دي واجعها قوي طب إيه الفرق بين التفضيل والتكريم التفضيل ممكن أفضلك بشيء لكن إن أنا أكرمك ده موضوع تاني خالص فيه ناس بتخلط بين الاتنين التفضيل مالوش علاقة بالتكريم التكريم دي درجة عالية جدا ولقد كرمنا بني آدم وبعدين هو زعلان قوي من الحتة دي فبيقوله أرأيتك هذا الذي فضلت أخبرني عنه يعني بعلم الإحاطة اللي عند المولى عز وجل حيقدر يفلت مني لو أنا عملت قضية الاحتناك دي ده أنا هعمل حاجة خد بالحضيتك الغريب في هذا بقى في هذا الجانب من المشهد العداء بينه وبين آدم دخل على الزرية كده خد بالك هو ساب آدم يعني فيا بنت خلص قضية آدم وإيه ودخل على زرية آدم طب ما كان ده ده شيء مش منطقي من حيث العداوة أنت كانت قضيتك مع آدم كنت مفروض تسيب زرية آدم لمين لزرية كنت حتى لزرية كنت لكن لا هو يعني خد القضية بما لها وما عليها آدم العداء امتد من آدم إلى إيه إلى زرية آدم ولو انت خدت بالك العداء ممتد من لحظة رفضه أو زي ما قلنا بقى من قبل يعني هو ناوي الحكاية دي من قبل السجود من اللحظة دي مش إلى يوم يبعثون المراضي ها لئين أخرتني إلى يوم القيامة خدت بالك من الحتة دي جديدة ها الأول طلب إن ربنا ينظروا إلى يوم ايه يبعثون صحيح في آية قاله إنك من المنظرين لكن في آية أخرى قاله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لكن هنا طلبوا سبني ليوم الايه ليوم الايامة ليوم الايامة شوف دي تبقين لك شدة يعني هو خايف مسألة لواحد يفضل يبقى هو برضو ايه لازم ينهم على المسألة لا أحتني شوف هذا الذي كرمت علي لئين أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتني كن حاضر طبعا دي جملة دي كلمة من بديع القرآن أو من نفيس القرآن الاحتناك بيجي بمعنين عند العرب الاحتناك المعنى الأول للاحتناك إنه يقولك احتنكت الدابة الزرع يعني عندك أرض نزل الدابة استقصلت زرعه قضت عليه جاي من الحنك نكلتها بالحنك هي جاي من استعاب حنكها لكل اللي انت للأرض دي فقدت عليه تماما ده معنى يعني استقصال الزرع يعني مثلا في بعض الشرع يقولك لأحتني كن ذرياته يعني ايه حاستقصلهم طب حاستقصلهم من ايه من الجنة من الإيمان من الجنة زي ما انت عايز يعني هيبقى في استقصال ليهم من رحمة الله يعني حدنة زين لهم وهويهم لغاية ما خليهم ما ينفعوش لهذا المكان وهو الجنة وهو الإيمان وهو رحمة الله الى آخر هذا المعنى ده معنى المعنى الثاني الأجمل احتني كنة يعني ايه الراجل العربي يقولك لم اجد لجاما فاحتنكته الدابة بحبل خطي لها حبل في حنكها في موقها يبقى ملكها منه بدل اللجام فعند العرب كده اللفظ كده يحط حبل في حنك الدابة بحيث انه يسيطر عليها شوف اللجام بيخليك تسيطر ازاي الاحتناك يخليك تسيطر اكتر لان لو هي ما سمعتش كلامك وانت بتعملها كده الحبل ده يوجحها فيخليها طوع ليك فالاحتناك معنيين يا اما استقصلهم من الرحمة من الجنة من الإيمان يا اما اسيطر عليهم فيعملوا اللي أنا عايزه اللي هو في موته آخر اللي هو السلطان اللي هو السلطان بمعنى مش سلطان القهر لكن سلطان ايه التزيين التزيين وهم سمعوا كلامه انت عارف زي يوم القيامة حيقول لهم ايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم ان دعوتكم فاستجبت شكرا يعني فلا تلوموني ولوموا يعني هو كمان حيتبرع من المسألة دي انا ما عملت حيقول ايه يوم القيامة انا ما عملتش حاجة ده نايا دوب دعيتكم انتوا استجبتم بس وعشان كده يبقى السلطان لا من السلطان ايه قهر محدش حيادة ليه يوم القيامة يقول لربنا ده الشيطان اللي خلانا اعمل كده طب ما غيرك عصاب انت مصليتش الفجر وكام واحد صلى الفجر انا بقول واحد صلى الفجر ودى الكل في ايه مش عايز اقول واحد اسلم ودى الكل واحد كده هي كده هي القضايا كده يعني ما تقولش النصارى جمله على كده واحد اسلم ضيحه قلت عملته زي ده فما بالك بألاف مثلا ولازم عشان كده المبادرة الى التوبة واحد تاب ضيع كل اللي بيشربه خمرة ضيع كل الزنا لانه واحد عرف يتوبه هك ما تقدرش تقول انه مقهور ما عملتوش زيه ليه بالزبط كده ما تقدرش تقول انه ده مقهور على كده ما تقدرش لانه واحد عمله فما بالك بألاف والتوبة بابها زي ما انت عارف مفتوح اناء الليل واطراف النهار فدي قضية مهمة جدا فشوف بقى لأحتنكننا دي الكلمة عاملة ازاي شوف حيسيطر عليهم ازاي وبقول عليهم مش علينا الحمد لله لانه هو المفروض ملو السلطان على عباد الله ونحن نحمد الله تبارك وتعالى ان جعلنا من عباده لا من عبيدة من عبيدة او لا من عباد الشيطان لانه هي القضية كده القضية على ملهاش تالت يا اما من اولياء الله يا اما من اولياء الشيطان ولازم كل واحد مننا يقعد مع نفسه انا مين اللي بيحركني والسؤال اللي جلنا يعني قبل ما نسجل على طول الفرق بين معصية ابليس ومعصية طاعة ابليس في المعصية وطاعة الايه النفس فرق كبير بين الاتنين النفس تصر على معصية بعينها اما الشيطان يزين لك امرا فإن لم تتبعه فاخر فاخر اي حاجة اي امر ودي خضية خطيرة لازم كل واحد فينا يقعد مع نفسه انا بقول للي ما بيصلوش واللي ما بيصموش واللي ما بيتبعوش وعودوا مع نفسك ورجعوا نفسك من الذي يحرككم ما تقوليش لسه ربنا ما هدنيش وهل رأيت غيرك الذي صلى مثلا جاءه ملك الى بيته اخذه الى المسجد او شفت مثلا رسول جاله خلو نزله يا اخي تدبر الامر فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل اسرعوا يعني ولذلك شف المولى عز وجل في محكم التنزيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم تفهم ايه من الآية يا علاء؟ ان المغفرة موجودة انت اللي متأخر عنها يعجوف كأن المغفرة قعدة مستنية ايه؟ من هيأتي؟ يعني مستنية بس ان الانسان يبادر ويذهب ولذلك بيقولك واسارعوا وكلمة سارعوا تحتمل معنى تاني برضو ان سارعوا قبل ان يوفيك الاجل طبعا هي ده اساسها لهو ده اساسها انت مستنى ايه؟ انت مستنى ايه؟ ما قلت اخد بالك الينان المرء الى الحياة يعني ساعات فيه ناس كده طول العمر بيزيلهم ايه؟ ده انا يعني اللي غيري ماتوا فانا قاعد بقى وفجأة لازم افهم دي والشيطان يا سلام مناه ان الانسان يقبض على هذه المعصية ده نفسه هو كل اغواء وكل تزيين هدفه ايه من الشيطان؟ يا ريت فلان يعملها وتبقى الاخيرة يا ريت يموت عليها ما هو ما يعرفش اني هموت امتى؟ هو يعرف بس يزيللي على امل ان انا لو جيت معاه في معصية اموت عليها بس هي ده تمام لان لو موتت على توبة الجنة بس إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لا تشوف ربنا ما بيغفرش لا فأولئك يبدلوا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور وضعيم ولذلك انا بقول اللي تاب يمسك في متابة ها فاكر لما قلنا كأن متاب دي مكان انت ايه امن فيه كلبش فيه اوعى تسيبه اوعى تروح لمعصية لا تموت عليها وتبقى خلاص هي دي الطب وبفكرها بالكلمة دي رأيتك ولأحت لأحت لكنا ذرياته إلا قليلة هنا برضو نفس الاستثناء اللي هو يعني نفس المعاني بتتكلم عشان محدش يقول ان القرآن الكريم فيه تعارض او فيه اختلاف بنامي القصة روية بشكل تاني كأن القصة مختلفة هي هي نفس النتائج انظر على عدد المؤمنين في الدنيا تلاقيهم قليل ولا كثير قليل بس وقليل من عبادية الشكور والدنيا وقحة كده اهل الكفر واهل المعاصي اكثر بكثير من اهل الطاعة ومش مصدقيني انزلوا الفجر شوف صلاة الفجر شوف صلاة الجمعة فاهم قصدي انظر بنظرة فوقية الى اهل الارض كده القليل هو الطاعة والشكور الشك نتمنى ان تتغير هذه الصورة باذن الله وفضله فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار مرة اخرى تابعونا اهلا بحضراتكم مرة اخرى ابليس لانتقول له عليه بيقول احتني كن ذريته الا قليلة والاستثناء ده احنا قلنا انه فيه في الصور الاخرى يعني مش استثناء من ابليس نفس الملمح نفس الملمح الا عبادة كمنهم المخلصين نفس الملمح لكن الوقفة هنا بقى في الرد المولى سبحانه وتعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورة ويس من اول اذهب دي بداية تكليف يعني ولا يعني يالله ابتدي يعني الموضوع محتاج برضه واقفة والله الكويس انك وقفت عندها علاء لان هذه الكلمة فيها من المعاني وانا شايف فيها شغل كتير قوي اولا اذهب هذا اللفظ بهذا بهذا الاداء علم لله تبارك وتعالى اولا ان في ناس انت مش هتقدر عليه تلمحها يعني اولا فيها صيغة التحدي التحدي ايوهية كده انا كنت لسه هقولك ايه هتقول لي مثلا طب جات منين اللفظ جي منين المعنى جاء من التحدي ما هو ده تحدي وانت عجبتني من حلقات كتير فاتت يمكن قبل ما نوقف كمان ان انت قلت عليها معرك سمتها معرك على فكرة الايات اللي جاية في صورة الاسراء هتبين لك معرك حرب وخيل وفرسان ومشا ومدفعية هتشوف كده حرب حرب معركة فعلا فالمولى عز وجل قال اذهب بس خد ذلك ذهابك ده بتحدي من الله تبارك وتعالى انت قادر على اللي مسموح لك بيهم ومش هتقدر على اللي استثنتهم سبحانه وتعالى منك فهم الكلام ازاي بدليل شوف كده قال اذهب ايه فمن تبعت على طول يعني ما تكلمش على المستثنى على اللي مش هيسمعوا كلامه دول ده 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 امر مسلم به ده موضوع منهي قبل خلق ادم ما قضاه الله تبارك وتعالى ها قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وهنا وقفة ارجو ناتد فهم الناس فهم ايد ان الله يدافع عن الذين امنوا في الدنيا لو حد عمله ما كده يكشفها ومن الشيطان ومن الشيطان قبل من الانس ان الله يدافع عن الذين امنوا دفاع مسبق من ساعة ما قاله ايه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان كان استثناء ابليس ما هو ايش تفضل منه علينا لا هو مش قادر ده فضل من ربنا علينا ولذلك لو انت خدت بالك عليها وانا مش همل ابدا من هذه الاية ان انا كررها دعاء اهل الجنة داخل الجنة ايه لو انت خدت بالك الحمد لله الذي هدانا لهذا ياخد انت جوه الجنة هو هدك للجنة اه بكل معاني الكلمة من هدايات الدلالة بارسال الرسل والانبياء والمعونة بفضل الله تبارك وتعالى بعدم اتباع الشيطان باتباع المناهج طوراء الانجيل القرآن دي قضية كبيرة دعاء اهل الجنة جوه الجنة وانا زمان قلت يعني لما انا افكر في عصر جاهلي او في وقت جاهلية ورقة ابن نوفل يتنصر ازاي في هداية ولا ما فيش فيه فخدت الملمح ده ده اصنام شوف في الوقت اللي ترصر فيه ورقة ابن نوفل بحسا عن اخر منهج سمائي كان هما بيعملوا اصنام يعبدوه ويعود ويضبط في الانف بتاعت الاله وبتاعته وبعندين يعبدوه شغل جنان ناس مجانين في الوقت ده بيحصل كده فهداية الله دائمة ابدية ما تقوليش بقى اطلاق بعض الكتاب يقول لك ايه العصر ده كله كان عصر جاهلي لا 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 فيه كده في كل زمان وفي كل مكان فيه هداية من الله سبحانه وتعالى الست والرجل الاعراب اللي الاناء عارف التوحيد والست اللي عارف التوحيد ولما سألوها جاتلك لسالة الاسلام قالتلهم اسلام ايه محمد محمد مين ما تعرفش فقالوها مال انت ده كله بالبحار والانهار والسماوات والاراضين الا يدل ذلك كله على وجود الحكيم الخبير بفترتها دخول محمد صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن استفائه واختياره من قبل الله تبارك وتعالى في رمضان بالذات وفي الخلاء ويقعد ويفكر ويتحنث مش يتعبن يتحنث ويبحث عن الاله الحق ابراهيم عليه السلام قبل ان يبعث في بحثه عن الاله الحق ورفضه للأصنام ما دي فترة فترة سليمة طب محمد رسول استفاءه سابق من عهد من قبل آدم طب وابو بكر الصديق ولما يسمع عن الاسراء ويقول له صدقت 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 وهو مش فاهم الحدوتة وبيصدقوا لأنه صدقوا فيما هو اكبر من ذلك خبر السماء وده كلام الصديق ولذلك سمي من هذه الواقعة الصديق كل ده علاء بقى انا بقول هذا الكلام ليه لأن احنا في زمان عندنا المنهج وعندنا الشراح وعندنا كتب السلف وعندنا ولسه بنقول أصلي لسه ربنا ما هدنيش أصلي لسه الحجاب لما تجوز أصلي لسه الصلاة كل ده كلام قد يأتي الموت ما هو قال له يا من بدنياه انشغل وغره طول الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل حصاة فاكرا لما سميناها وانت حصاة حصاة هتشيل فيها ايه خير ولا شر أعمال حسنة ولا سيئة خضية أكبر من أن احنا نهملها بعيدا عن المنهج وديك انت شايف الملمح شوف هو بيقول له بس أخرني اليوم القيامة طبعا أنا هقول لك على ملمح تاني هنا هل هو أخر اليوم القيامة ولا أخر إلى يوم يبعثون إلى يوم أسف إلى يوم الوقت المعلوم صح؟ يعني ما تأخرش اليوم القيامة طب هو كان قايل لو أخرتني اليوم القيامة هعمل طب ما أنت ما تأخرتش اليوم القيامة عملت ليه واضحة ولا لسه ما وصلتش هو كان بيقول لئن أخرت قال أرأيتك هذا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريات صح؟ يعني الشرط هنا أنك تأخرني يا رب اليوم القيامة لو أخرتني اليوم القيامة هحتنك الزرية صح؟ طب أؤخر اليوم القيامة طب معنى التأخير اللي كان يقصده الشيطان إيهل عايز يفلت من الموت مش عايز الموت وعايز يعمل صيام تحتمال عشان يبقى مع آخر واحد شغال وعايز يهرب من إيه من لحظة الموت مش عايز يموت ولا هل معنى سؤاله أنه هو لو أخرت هو عرف أنه هو أخطأ وأنه خرج من نحمة ربنا وبالتالي جزاؤه أنه هو يعاقب فهل معنى التأخير دي نقول طب يا رب أخر عقابي من دلوقتي لغاية يوم القيامة لا ما فيه عقاب في الدنيا هو يفهم تماما أنه ما فيه عقاب في الدنيا وهذا الموضوع أنا بقول لكل سيدة المشاهدين ما حدش يقول ابني مات عقاب جزي مات عقاب ابني مش صالح أو زوجي أو زوجتي مش صالحة عقاب ما فيه عقاب في الدنيا الدنيا مش ضار عقاب مش ضار جزاء الدنيا ضار ابتلاء ابنك مات ابتلاء سلم لقضاء الله زوجك مات زوجك مات أو زوجتي ابتلاء كل في الدنيا ابتلاء ابتلاء مش عقاب هو عارف أنه ما فيه عقاب هو عايز يتأخر ليوم القيامة مش عايز لحظة الموت القضية دي احنا في الحقيقة ما خدناهش برمتها حتة فلسفية وفيها حتة عميقة جدا ما تنفعش غير مع من ثبتت قدماه في رسوخ الإيمان والعقيدة والمسألة دي محتاجة حلقات شوية وبعدين نبقى نتكلم فيها حتى تموتوا ما هنا ليه يعني فيها سؤال مهم جدا أنا متأكد انه بيدور في عدهان حضراتكم دلوقتي طيب معنى التأخير ده ان هو جعل الشيطان خالدا الى يوم القيامة طيب واذا كان كده طب ليه له زرية والزرية دي هل لها أجال زي البني أدمين كده احنا بنموت كل واحد عنده عمره وآجله الشياطين اللي هما من ناس لإبليس وكل واحد مكلف بواحد اللي هو احنا في النهاية بنقول عليه القرين هي دي على القضية دي أنا عايز أأجل هي دي بعين نموت كل واحد مع قرين وما ديه اللي أنا عايز أأجله لان مش هتتفهم مننا إلا إذا ثبتنا الأقدام شوية في مسألة الدنيا والآخرة السواب والعقاب ابتلاء ولا عقاب كل الكلام ده محتاج وقت أن تخط بالك كل حاجة بنأجلها أظن أنت بتشوف فيها خير بالرسالة اللي بتيجي أن تفهمت وأصبحت الناس بتفكر قضية محتاجة لوقفات بس اللي أنا عايز أقوله هو بيقول لين أخرتني إلى يوم القيامة لأنه كان خايف أنه يؤخذ بالعذاب من فور المعصية بس أنت بتنائي بقى هو بينائي بقى مش أخرتني مثلا إلى أجل مسمى وكان يقدر يتأدب ويقول كده لا هو مش عايز لحظة الموت لأن أخرتني إلى يوم القيامة شرط أنا بسأل سؤالي وقع الشرط ولا ما وقعش ما وقعش ما تأخرش اليوم القيامة كان المفروض ما يحتنكش لكن رغم أنه أخر لغير أجل الحددة احتنك الزري هو يتجمل بس إنما شغل في وظيفته وفي ما افترضاه الله عليه وما افترضاه هو على نفسه سواء بالطهر أو بالاختيار لأن الاثنين لازم يتقبلوا تماما على هذا العمل من ساعة ما اشتغل ما أقعدش وديك شايف النتائج حتى في الأمور الدينية في احتناك ده هو للأسف ده هو للأسف الشرط يعني أغلب شغله في الحاجات دي اللي هو الأقعدان لهم صراطك المستقيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة النار أو جهنم جزاء للعاصين غير الطائعين ده شيء مفهوم ومنطقي جزاء موفورة كلمة موفورة جاي من الوفرة يعني وفرة العذاب مقابل جزاء العمل ولا إيه بالزبط فتح الله لك عارف موفورا هنا يعني طبعا صياغة قرآنية لو واحد هيكتب مش هيكتبها كده على فكرة وما تلاقيش كلمة واحدة تفيلك بالجهتين التوقيع هو العذاب عبارة عن إيه مكان ومكين مكان النار والمكين كل من في النار فجزاء الموفورة لن نر هتقل عن عددهم ولا هم حينقصوا عن سعة النار يعني موفورا تشتغل في المكان وفي المكين والحكتة دي فيه ناس كتيرين مش فهماها على آية هل من مزيد يعني غالبيت شرحنا قالك هل من مزيد يعني عايزة تاني ده ما يفيش بمعنى النار السعة في السعة يا علاء تبقى في الجنة يعني علاء يقعد في جنتين ومكانهم واسع ده نعين إنما يبقى فيه سعة في النار ده مقلوب المفهوم ده المفروض يعني من ضمن العذاب لأنه مكان ضيق بالضبط ولذلك اتسمى يعني ايه يخشرون يعني يعني هل من مزيد معناها في أغلب أهل العلم هو أنا فاضل فيه مكان يوم نقوله لجهنم هلم تلاتي فالاستفهام في هل من مزيد إنكاري هل من مزيد يعني هو فاضل مكان معتش ملت ومع ذلك تاخد فاللي داخل داخل على ضيق فيشتد العذاب فهم إزاي فموفورة يعني لا العدد حيقل عشان هي ديقة ولا هي حتضيق بمن فيها بس مش عن سعة عن ضيق يعني أنا بقول هذا الكلام يعني موفورة يمشي في المكان وفي المكين المكان حنوفره والمكين اللي يلط يدخل ما تقولش بقى ده غلط فمش لقيله مكان سامحه لا وده كلمة موفورة متوفر لك متوفر المكان متوفر مكان على قد المكين ما فيش حد ما فيش حد حيهرب من عذاب النار لأن المكان ديق وفهموا هل من مزيد هل من مزيد مش معنى إن يعني هات تاني لا ده هي بترفض لأنها اتملت ومع ذلك ايه يدخلون واضحة ولا لا خلاص كده انا بقول الملمح ده ينتبه كل اللي بيشتكي من مثلا أو بيتقفف من زحمة مواصلات ودنيا حر ودرجة الحرارة عالية قوي يقولك يا ساتر واحد مخنوق مش قادر عشان الزحمة وعشان الحرارة يتذكر بس ضيق جهنم وحر عالية جهنم وعالية هقولك حبي كوليس أنت مقبول أن الناس تدايق من زحمة المواصلات لكن مش مقبول أن احنا نتدايق من زحمة الحرم في الحج ومن زحمة منا في الحج بتلاقي ناس بتفخنك ده كلام ما ينفعش ده أنت لازم تفرح ديق المكان في الحج ده أنت لازم تفرح أن فيه ناس جاءت حج بيت ربنا والغرض من الحج الزحمة لأن ده تجربة مصغرة ليوم الزحام ليوم الحشر خد بالك فتأدي المناسك رغم هذا الزحام ورغم هذا الحر ورغم هذا البرد ولا ننسى محمدا صلى الله عليه وسلم في أحر يوم في مكة وأنت تعلم شمس مكة وحر مكة ده لك الحرارة خمسين يقول إيه رسول الله الحمد لله على حر هذا اليوم اللهم قنا حر النار وعذاب النار فالإنسان في الدنيا كل نعيم سوى الجنة حقير وكل عذاب سوى النار هين احمد ربك على اللي انت فيه واطلب اللي إيه في الآخرة نعم الأمر اتدى قال قال اذهب هنبتدي نخش على أسلحة المعركة اللي هدا تكلمت عليها أيوة اللي المولى سبحانه وتعالى وبصيغة الأمر اه فنحقف أولا ليه الأفعال جاية بصيغة الأمر وبعدين باكيا نقف على الألفاظ الألفاظ والأسلحة ونوعيتها بس هنبتدي هذا التفسير بعد التأصل اتبعونا مرة أخرى اهلا بحضراتكم مرة أخرى الآيات بتكلم عن أفعال أتت بصيغة الأمر دي محتاجة وقفة لماذا جاءت الأفعال بهذه الصيغة هل كأنها تعطي الانطباع لدى الأذهان والأفهام أنها نوع من التكليف مرة أخرى من الله سبحانه وتعالى لإبليس قال أذهب وبعدين واستفزز من استطعت واجلب عليهم وشاركهم في الأمواء كلها افعال أمر ليه شوف هقول لك الحاجة هديك مثال ولله المسج الأعلى يشرح الحتة دي تقول لبنك زاكر ده فعل ايه أمر فجئ مديله واجب وزاكر فعل أمر وسبته ورجعت قد عمال يلعب فتقول له ايه إلعب زي ما انت عايز فده ده فعل أمر بس مش للتنفيذ الفعل الأول زاكر منطقيته تخليه للتنفيذ الفعل الثاني انت قايل له قبل ما تمشي زاكره وما تلعبش فلما ترجعت لأيه بيلعب تقول له إلعب كمان إلعب كمان إلعب زي ما انت عايز يفهم هو منك إيه إن هذا أمر ليس للتنفيذ إنما أمر للرجوع إلى الأمر الأول فالمفروض ده أمر يعمل حاكتين اتنين قد يعود إبليس وهذا مستحيل بالنسبة لواقع الأمر لكن احتمال ألا لأ احتمال إنه يعود للتوبة أو للطاعة وإحنا نفهم الحدوت النقطة التانية وهي الأهم الملمح اللي انت توقعته إن الأحسن يكون ده تكليف من الله تبارك وتعالى له وهذا هو واقع الأمر في القضاء بإلي دي جبلة إبليس لهذا خلقه بالضبط كده صح؟ فانت بقى إذا كان مستحيل إنه يعود للتوبة والطاعة يبقى أنا اللعمل إيه؟ أنا اللعمل حسابي ما اسمعش كلامه وعشان كده لتوقيع الأداء في لازم المعنى في هذه الآية ما قالوش وسواستك قالو بصوتك طب ليه صحيح؟ أنا هنت فعل إنه هو له وسواست له وسواست ولكن الصوت دي جديد إحنا مش سامعينها مفروض خلينا نمشي كلمة كلمة هنوصل لها طيب الأول خالص واستفزز هم هقول لكم على حاجة برضو تقرب لكم المعنى على طول عشان ما نقومش نشتغل لغة كتير الناس بتتعب من اللغة أنا في ناس بتقول لي إحنا نتعب من بس رازم العلي في حيات من دروس النحو ما هو لازم في حاجات لازم لأن القرآن اللغوي هم أنت تسمحها في حياتك العملية أب قال لابنه مثلا صلي هم قوم يلا فضل نص ساعة فضل مش عارف إيه الفجر أزل يوم أقيل له إيه فز قوم هاي فز دي لغة عربية على فكرة هاي دي استفزز استفزز يعني إيه عمرك شفت حد يقول لي حد فز إلا إذا كان قادر عليه يعني شفت واحد مثلا خادم يقول لي سيده فز لا لكن سيد يقول لي خادمه إيه اه وصلت وصلت يعني ما تجيشت من الخادم يقول لي سيده فز يقول له فز في عينك قال لي الأدب ويضربه ويطرده فح ما تتقالش غير من اللي مسيطر فز دي ما تتقالش غير إيه فاستفزز دي كلمة بتبين لك إنه سيطر عليهم ولا لأ لأنه اختنكهم خدهم من اللي جام تمام قيدهم حاكمهم مالكهم مسيطر عليهم فقال له إيه واستفزز إيه من استطعت لأنه برضو فيه استثناء اوعد مش هتقدر تقرب منه ده استمرار للتحدي بتاعه استمرار للتحدي واستمرار لسيطرة المولى عز وجل عليه في حتة الاستثناء اوعد تفتكر من إنت يا إبليس وإنت شغال إن إنت خارج عن نطاق قدرة الله يعني مثلا تيجي العبد من عبادة تقول له فز لا ما تركبش ديه ده سيد ده العبد اللي من العباد سيد فمش هتمش معاه فز إنما العبد اللي من العبيد فز زي ما انت عايز بقى ولذلك واستفزز إيه من استطعت من قدمها على منهم ما قالوش منهم من استطعت لا ما استطعت منهم لأن الاستطاعة بتاعته محصورة في استثناء مكبلة في استثناء طيب ومسألة بصوتك ما قالوش ليه بوسوستك لأنه هو له جنود حيظهروا دلوقتي فكلمة وسوسة كانت تقصر الفعل عليه لكن الصوت له يمشي وسوسة ويمشي صوت شياطين الإنس وشياطين الجن وعملية التزيين فعشان يدخل جنود أنت مش محتملهم اللي هم وده الأخطر عليك من جنوده اللي هم جنوده من شياطين الإنس يعني يجي يندهلك من تحت عشان تروح مع الكبالين صوت ده أولا مش صوت صوت وهو يقولك في الوسوسة إيه يلا روح غير جوة صوت وإزيين لك صوت كده فالصوت يشفى الاتنين ما يحجمش المسألة على الوسوس تبقى شطان وإبليسه بس لا في جنود تانية من الإنس زي الراجل ما قال وكنتم رئم من جندي إبليس فارتقيته حتى صار إبليس من جندي بأمين الشطان البشر الإنس بلعاب ابن بعورا وكنتم رئم من جندي وكنتم رئم من جندي إبليس فارتقيته حتى صار إبليس إيه هو اللي بيسمع كلامي أنا اللي بمشي بيفخر يعني والعياذ بالله طيب الفعل الأمر التاني واجلب عليهم بخيلك ورجلك خد بالك بقى خيلك دي يعني إيه العرب تسمي فرسان الخيل خيل لأن لو قالك فارس أنت تتصوره بعيدا عن خيله فقوته تبقى إيه رجع القوته هو لكن لو راكب حصانه أو جواده أو فرسه تبقى قوته إيه مضعفة زي فرع كده اللي هما الخيالة بالضبط كده يعني ما تقولش ما تقولش مثلا لما العرب عشان هما عندهم بلاغة والقرآن نزل يتحداهم في الحديث النبوي ويا خيل الله ركبي حتى وإن كان في الحديث ضعف في السند لكن أنا بستشهد به من ناحية اللغوية الرسول قال لهم كده ما قال لهمش يا فرسان الخيل ركبه أو يا فرسان ركبه كانت تبقى يا فرسان انتم لكن القوة مش رجعلك انت القوة في قوة لكم قوة للخيل اللي انتوا ركبينها وكلما كان الخيل عربي أصيل يبقى قوته إيه أكتر فبخيلك يعني بسلاح الفرسان بتاعك اللي هما فرسان ركبين خيل فسرعتهم للوصول إلى العدو إيه ما هي معركة هيش تغلت أكبر وأسرع ورجلك ضد خيلك دول سلاح المشاه اللي ماشيين على رجليهم رجلك جاية من إيه الراجل الراجل يعني اللي ماشي على وأذن في الناس مترجلا آه مترجلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر كلمة على كل ضامر بيانت إن رجالا دي مش رجال يعني ذكور لأ رجالا يعني حالهم نوم على رجليهم ماشيين لأن مقابلهم على كل ضامر ركبين ركبين الركوب تمام فخيلك يعني إيه عمل له كده بقى قطاعات من الأسلح سلاح الفرسان خيلك دول أسرع في الوصول لنا ورجلك اللي هما بيعززوهم يعني خب بالك إن المعركة دي الآيات دي توصف لك على معركة سلاح الفرسان يقتحم وخلص لأ ويجي بقى الراجلين يكملوا عليك بقى يزينو لك بقى تزين تاني ويوشرحوا لك اللي قالوه لك بتقول سلاح الفرسان ويزينو ده مثلا يحتنك وده يزين ده يأمر وده فاهم أنت يرشح كده يعني عايز أقول ملحوظة طبعا عشان أنا متخيل برضو إن فيه ناس هتفهم إن إحنا نتكلم على الجيش بشكله التقليدي فهم يعني إن فيه فرسان وفيه خيول وناس ماشي على رجليها أو إن اللقاء تدينا تطورت فممكن يبقى الخيول دي إنها دبابات ومدرعات أنا بتصور إن فيه معنى تاني ممكن يغيب عن كتير من الناس إن ممكن فضائية من الفضائيات اللي هي ما بتعملش حاجة بـ 24 ساعة غير إنها بتبث مثلا قنوات إباحية وجنس ده هو ده نوع من الخيل نوع من الوسيلة اللي خلت المعصية والإباحية توصل أسرع أسرع ما هي هي بص هنا على زي ما شرحت لك زي ما زمان لازم المعنى مش المعنى اللازم في لازم للمعنى كلمة خيلك اللي أرادوا الرسول لما قالهم يا خير الله اركبي مش اركبه مش يا فرسان اركبه لا يا خير الله اركبه عشان يعزز إيه قوة الفرسان وهم عارك بين على الخيل يشتغلوا بإيه بإتقان بسرعة بافتخار باعتزاز فهو برضو وصول الوسوسة لك عن طريق خيلك هتبقى إيه أسرع وأحلى وبعدين بعد ما الخيل يشتغلوا معاك ويجيبوا لك القناة اللي انت بتتكلم عليها ويزينولك وتتفرج وتمال يجي لك بقى الراجل يقول لك ده فلانا دي مش عارف ايه وكذا ايه عشان تتفرج عليها تاني أو يوقعك بقى في زنة مراحل بقى ولذلك قاله بصوتك يعني فيه وسوسة أو كلام وبعدين فيه ايه التنفيذ مرائي مشاهد اللي بيسموها أولادنا ايه مناظر مناظر ما بتجلنا الأسئلة كده فدي مسألة عايزة وقفة عايزة وعي أنك ترفض كل من على شاكلة التزيين بكل القطاعات لأن دي أسلحة ولازم انت تجهز لها ايه أسلحة مضبط أسلحة مضبط ومقاومة ومقاومة وحنشرحة إن شاء الله إن شاء الله طيب فعل الأمر اللي جاي بعد كده وشاركهم في الأموال والأولاد على الأموال الأول الراجل رايح يكسب حلال يقوله بأنت لو لو قللت الأسمنت شوية وخليت قطر سيخ الحديد بدل 13 عشرة انت هتكسب أكتر الراجل كان جاي له مال حلال فدخل عليه حرام بقى المال كله ايه يعني أنا هكسب 10 تلاف فهو خلاني يكسبهم 15 المشكلة مش في الخمسة مش الخمسة بس اللي بقوا حرام ده الخمستاشر بقوا حرام جاء بالحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره وده اللي انت بتشوفه مقاول يعلى قوي وفاجأة لإيه في السجن ماذا كده؟ ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقق ارتفع هنا عند الشاعر يعني ايه؟ يعني خرج عن تحمله في الطيران هو طائر يطير بس العصورة غير الحداية غير فاهم؟ كل طائر له حدود فاهمني؟ فالطائر الصغير اللي يطير يعلى قوي لازم يحصل له ايه؟ لازم يقع انت شغال فبو 10 تلاف خلك فيه تعيش تمام وتخش الجنة وتبقى دنيا واخرة تمام دخلت في الخمسة دخلت في الطعمش بتاعك زي لك هو وسمعت كلامه خلاص ما بقتش بقى كله حرام وانا دي ما عايز اشرحها للناس ما تفتكرش ان وقولك نطهر المال وانت قمرت انك تكسب من حرام واتطهره انت قمرت ان تكسب من حلال فاهمني ولا لا؟ فدي مسألة ايه؟ وشاركهم في الاموال اذا سمحوا لك بقى في الاموال الاول يزيل لك تكسب حرام بقى مالك كله حرام وادم مالك كله حرام واخد مالك هتمش المسألة منطقية جدا ادم ماله كله حرام بقى اولاده ايه؟ في النار ايما جسد نبت من السحط فانناره اولى به انت جايب الفلوس لها بتقول عشان ولادي ضيعتهم طب اينا حيجي سؤال طب الولاد زنبهم ايه؟ اذا كانوش يعرفون من ابوهم بيكسب من حرام اذا سمعوا الكلام ومشوا على المسألة دي مالهمش زنب بالغاية ما يعقله لازم اول ما يعقله ويبلغوا يتوقفوا عن الحرام ويمنعوا ابوهم اذا كان بيماشي في الحرام انت طول ما انت ما انتش بالغ ولا عاقل ما عليكش تكليف لكن اول ما كلفت لازم اقول لابويا ايه؟ وقف وبعدين ما تقوليش مثلا ايه؟ هستو يتكسف من ابوه لو واحد قال لابو كده برضو ودى الكل في دهي وده بيحصل قدامنا وبتجلنا مشاكل بين ابناء واباء عن المكسب الحرام وبنحلها بفضل الله سبحانه وتعالى وساعات الابناء بيكسبوا القضية وتخيل بقى لما ابني بقى ربنا فالهداية ما هي دي القضية البنت اللي ردت على امها ساعة لما كان عمر بن الخطاب بيسمع ما قال له يعني يا امه لا تنظر طبعا التانية حفيت له بايه علاء قالت له والله ما بغيشه ده انا بخسر الاناء ومش عارف ايه والكلام البنت اخذتها قالت لها ايه؟ قالت لها يا امه قال اللبني تغشين وتحنثين باليمين وتكذبين على امير المؤمنين كل دي اخطاء في نظر البنت ثمان سنين اذا كان عمر لا يرانا وهذا واقع فان رب عمر يرانا فانت بتعملي ايه؟ انت بتحكي على عمر وهيصدائك عمر لانك هلفتيله طب ومازال الحرام حراما لازم نقص من القضية فعمر ما سابش البنت دي ودي مسألة تانية لما تلاقي حد من الصالحين خدوا القط ما تسيبوش ان كان ولد يبقى البنتك وان كان بنت تبقى لابنك لان هي دي الدنيا انك لما تلاقي صالح اياك تسيبو امسك فيه كلبش فيه لما تلاقي زوجة صالحة كلبش فيها ما تقعدش بقى قوي ما جدك مال تلعب بديلك وتروح تتجوز يعني دي قضية برضو عايزة ايه؟ تتفهم الامور لان الدنيا ماشية من خلال هذه الايات الايات دي اعلى بتشرح لك بس زي ما انت قلت جانب من المشهد لكن توقيع كلمة وشاركهم في الاموال شوف العصف كده والاولاد اذا تمكنت منهم في الاموال حيبقى تبعية على طول ايه؟ والاولاد طب هل من ضمن المعاني ما نراه في بعض المجتمعات من التفسخ اخلاقي وتبصت لاقي للأسف الشديد يعني الراجل من ضمن ما يبقاش عارف اذا كان فينا الولد ده من صلبه ولا لا طبعا يبقى في اولاد زنا كثيرين واولاد بلا اصول شاركهم في الاموال في الاموال والاولاد الاولاد دي من ضمن المشاركة كده وانك يعني بمفهوم الكلمة الشامل اولاد الزنا وبعدين اولاد العقوق وبعدين الاولاد اللي ابوهم يخلفهم ويسيبهم ويسيب مسئوليته والابناء اللي يخرجوا عن طاعة ابي كل ده لو دورت في الاصول هتلاقي فيه ايه معصية فيه معصية فيه شطان وسوس فيه شطان انس تكلم العملية اجتمعت كل ده ماشي الايات دي بقولك لو شرحناها بقى موصوعية هتبص تلاقي كل القضية من كل الجوانب يعني هو القرآن اه وحدة بس تبص تلاقي زي ما انت قلت جانب بيحكي لك عن نقطة في المشهد وجانب اخر من النقطة التانية بحس انت تتحصن من هذا وذاك انا فاضل عندي دقيقة قبل ما ننتهي من اللقاء عايز اسأل سؤال مهم جدا لان بتنتهي به الايات في المشهد ده وعدهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورة ايه هي وعد الشيطان الشيطان هو بيوسوس وبيستخدم هذه الاسلحة بيوعد البنياء ده بايه بيقوله ايه تملي يوعده فيما يغره ارجع كده للقرآن على يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك يعني خلي هنا كده ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك شوف ربنا عملك كل ده انكرت ايروهيته ولا ردتها عليه ولا كان سماعك لكلام الشيطان ازاي عمري دي ما تيجي الا بما فيه غرور تزيين يعني يا ايها الانسان ما غرك بربك يعني ايه ما غرك بربك يعني ايه اللي نساك وجرأك على المولى عز وجل لانت اكترأت على الخالق الاعظم بانك ردت عليه الامر سبت الصلاة سبت الصيام استهزأت بيهم كلمت عن الحج بطريقة يعني زي قلت مالوش لازمة ووسانية فهم ده اكتراء على الله فالمولى عز وجل سألك اهو قبل ما يسألك يوم الايامة والسؤال عندك في المنهج زي ما انت قلت في القرآن في الدنيا جاوبوا دلوقتي جاوبوا قبل ما تناموا يا ايها الانسان ما غر والله العظيم لو دارت في دماغ الناس ما هيسيبوا فرض صلاة يعني لما تيجي الساعة مثلا عشرة ردت في وجنك انت ما غرك بربك الكريم فسيبت العش هتلاقيك بأمت هتجري ايه ايه لي جرأك الجرأة دي جاتلك من اين الجرأة دي فقال لك ما غرك بربك الايه الكريم الذي خلقك ها الشيطان عملك دي لا فسواك فعدلك دي كل دي منهم عايزة شرح فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك مهما تجاوبي علاء كلا بل تكذبون بالدين كل ده حصل عشان كذبتوا بايه بالدين بالدين هنا فيه لسه شرح كتير فيه شرح كتير ان شاء الله عايز اقولك على حاجة الوقت الاسف خلص طيب لكن ان شاء الله احنا يعني برضو وقفتنا دي بنسيب الناس بس تكري علاءة ايه ده من الايات دي يعني ان شاء الله نسجل يعني ان شاء الله دونا توقف بإذن الحلقة الجاية خلينا في الايات دي ناخدها بقى بموسوعية القرآن بشمولية المعنى ولازم المعنى ان شاء الله جزاكم الله خيرنا دكتور الله يحفظ واتمنى ان زي ما الحوار اللي شفناه وسمعناه في هذا المشهد القرآني العظيم بين المولو سبحانه وتعالى وبين ابليس عليه اللعنة يدور حوار موازي بيننا وبين انفسنا اللي هو تشتغل فيه النفس اللوامة في كل تصرف ونسأل نفسنا احنا عايزين نستفيد من هذا الحوار ومن معرفة اسلحة الشيطان ونقفل عليه المداخل والابواب ولا عايزين نقع في المعاصي وتبقى مع كل معركة صغيرة كانت ام كبيرة احنا دايما اللي بنتلع قسرانين السؤال ده مش هجور عليه الا حضراتكم نسأل الله العفوة والعافية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة